يا صباح السعادة ازايكم يا حبابة عاملين ايه النهاردة هنعمل مع بعض الطريقة الصح لسلق البيض هو البيض ليه طريقة صح او طبعا ليه طريقة صح زي اي حاجة في الدنيا ليها طريقة صح طبعا عشان نسلق البيض ويطلع معانا كويس جدا وما يفرقعش معانا في المية ويهدر معانا في عدد البيض اللي عندنا لازم نعمله بطريقة صح عشان نعمله بطريقة صح هنتبع كام خطوة كده علشان يطلع معانا صح الصح اول حاجة طبعا في الخطوات دي واحنا بنسلق البيض نحاول نخلي المية بتاعتنا ما تغمرش البيض بالكامل يعني البيضة تكون سطحها ظاهر كده من فوق المية تمام دي اول خطوة تاني خطوة الحاجة اللي هنسلق فيها البيض تكون على قد عدد البيضات اللي عندنا ما تكونش اوسع بتدي مجال لان البيض يتحرك فيها جامد جدا اسناء الغليان فيحصل له فرقعة ويتخبط في بعض ويتكسر تالت خطوة هي اضافة طبعا ملح اللي يسلق البيض وهو بيتسلق وفي حاجة مهمة كمان خطوة رابعة وهي اضافة معلقة من الخل معلقة الخل دي بتخلي البيض معانا حتى لو فيه اي تنميلة ولا حاجة او فقري فرقع بتخلي البيضة تحتفظ بالمحتوى بتاعها ما يخرجش برا البيضة او برا اشرة البيضة وعندي هنا تجربة عملي كان عندي بيضة هنا كده منملة شوية يعني فيها فلء خفيف كده لما حطيتها في المياه تغلي كان البيض بتاعها هيخرج برا البيضة بس طبعا علشان احنا ضايفين معلقة من الخل احتفظت البيضة بقلبها وما خرجتش برا الاشرة حاجة بسيطة جدا زي ما احنا شايفين وده طبعا مش هيأثر على البيضة شايفين معايا حتى البيضة اللي كانت مفلوقة معانا اللي هي الكبيرة دي علشان وانا بأشر طبعا كنت مميزاها طلع سليمة معانا وزي الفل والبيض كله طالع متكامل ما نقص منه حاجة دي الطريقة الصح لسلق البيض البيض بياخد معانا من بعد ما المياه تغلي من سبع لعشر دقايق عشان تاكلي البيض كويس جدا لو زاد عن عشر دقايق بيبقى بيشد شوية ولو قال عن كده بيبقى نيل اللي بيحبوا ياكلوه بالطريقة دي النهاردة عملنا البيض المسلوق بطريقة سهلة جدا وبسيطة الفيديو يبدو انه هو خفيف كده وما فيش فيه فكرة بس هو كلها تريكات بتكمل بعضها وبنحاول نقول معلمة تقريبا يعني تفيد اي حد في الحياة وربنا كده دايما يقدرنا نعمل حاجة مفيدة وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله